بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اقتراب الانتخابات التركية المصيرية تركيا توجه صفعة قوية للولايات المتحدة الأمريكية تقول لهم لن نحتاج إلى طائراتكم لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية أنه سيجري تدريب الطائرة المقاتلة مو وخروجها من حظيرتها السبت وتعتبر المقاتلة أهم مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا ويخطط أن تحل محل طائرة F-16 في ثلاثينيات القرن الحالي جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر الجمعة كتب فيها قلنا إننا سنخرج طائراتنا القتالية الوطنية من الحظيرة في الثامن عشر من مارس أذار وأضاف طائراتنا اليوم في المدرج وإن شاء الله سنشهد تحليقها في سماء وطننا بقيادة رئيسنا رجب طيب أردغان ومن المنتظر أن يجري تدريب المقاتلة وخروجها من حظيرتها إذ تعتبر أهم مشروع تطوير تكنولوجي في تركيا وتشرف عليه شركة الصناعات الجوية والفضائية ساش وستحل المقاتلة الوطنية مكان طائرة F-16 المخطط لإخراجها بشكل تدريجي من ملاك القوات المسلحة الجوية اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي نتابع معكم أيضا ما يتعلق بهذه الطفرة التكنولوجية هناك أيضا ميوس طائرة الجيل السادس التركية والتي ستغير مفهوم الحرب الجوية فبعد النجاحات الهائلة التي حققتها مسيرات بيرقدار التركية فوق أكثر من ساحة صراع دولية وأقليمية كثفت شركة بايكار للصناعات الدفاعية جهودها لتطوير مقاتلة جديدة تنتمي إلى الجيل السادس من المقاتلات الحربية لخوض الحروب والهيمنة على سماء المستقبل هذا الصراع والذي تزامن مع العقوبات الأمريكية التي نتج عنها إخراج تركيا من برنامج المقاتلة الشباحية من الجيل الخامس اف خمسة وتلاتين حيث كثفت شركات الصناعات الدفاعية جهودها وفي القلب منها بايكار لتطوير مقاتلة جديدة تنتمي إلى الجيل السادس من المقاتلات الحربية لخوض الحروب والهيمنة على سماء المستقبل وكانت بايكار قد كشفت عن التصميم المفاهيم للمشروع ميوس من الجيل السادس وكذلك أيضا الفيديو الذي انطلقت فيه على المدرج وحلقت في السماء وفي الوقت الذي هيمنت فيه المقاتلات الحربية على ساحات الحروب الحديثة من خلال قدراتها على حسم الصراع دون تدخل القوات البرية في كثير من الأحيان وتطور أنظمة الدفاع الجوي وقدرة راداراتها الخارقة بات لزاما على الدول المتقدمة امتلاك مقاتلات حربية حديثة أكثر تقدما من مقاتلات الجيل الخامس الشبحية التي دخلت الخدمة حديثا بداية الحكاية بعد إقصاء تركيا من برنامج المقاتلة الشبحية الأمريكية F-35 بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400 فضلا عن سباق التسلح الذي تشهده المنطقة مؤخرا وشراء اليونان مقاتلات رافال الفرنسية ومحاولاتها لاقتناء مقاتلات F-35 أصبحت أنقرة ترى أنه بات من الواجب إيجاد بدائل محلية لسد احتياجاتها الاستراتيجية لهذا النوع من المقاتلات الحديثة ولأجل ذلك وبالتزام مع مسارعة تركيا الخطى ببرنامجها مو المتمثل بإنتاج مقاتلة وطنية من الجيل الخامس لم تكتفي شركة بايكار بتطوير وتحديث مسيراتها بل عملت على مشروع واعد جديد تمثل في تصميم وتطوير مقاتلات مسيرة من الجيل السادس وكان معروفا للبعض أن شركة بايكار تعمل على مشروع مقاتلة الجيل السادس منذ مدة ففي الفيديو الذي شاركه سلجوق بيرقدار رائد صناعة المسيرات في تركيا والمدير التقني لشركة بايكار في وقت سابق قال إنهم يحلمون بهذا المشروع منذ أكثر من 12 عاما وأضاف مع نضج مسيرة أكنجي وبدء إنتاجها المتسلسل ركزنا عملنا على مشروع ميوس وفي الوقت الذي يعمل فيه بعض البلدان على مشاريع متشابهة من المتوقع أن تغير مسيرتنا الجديدة مفهوم المقاتلات الحربية تماما كما فعلت مسيراتنا المسلحة وأكد أن مشروع مقاتلة الجيل السادس سيكون بموارد محلية خالصة تماما كمسيرة بيرقدار تي بي 3 الجديدة ولتحقيق التفوق على مقاتلات الجيل الخامس ستحلق مسيرة الجيل السادس مويوس بجانب المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس مو لتنفيذ عمليات قتالية وهجمات إلكترونية مشتركة كما سيتمكن الطيار في قمرة قيادة مقاتلة مو من التحكم وإدارة المقاتلات المسيرة من حوله رغم أنه لا تتوافر معلومات كثيرة عن المقاتلة المسيرة الجديدة حتى الآن فإن مهمتها الرئيسية هي تحقيق التفوق الجوي على مقاتلات العدو خلال حروب المستقبل وفي البيان الذي أدل به سلجوك بيرقدار في وقت سابق ذكر أن النماذج الأولية ستطير بسرعة أقل من سرعة الصوت فيما ستتجاوز النماذج الأولية في المستقبل سرعة الصوت وينتظر أن تحلق المقاتلة في الذكرى المأوية لجمهورية تركية عام 2023 وفي ضوء المعلومات التي قدمها بيرقدار سوف تتمكن المقاتلة من الإقلاع بحمولة تزن 1.5 طن من الذخيرة داخل جسمها وعلى جناحيها والتحليق بسرعة 900 كم في الساعة لمدة 5 ساعات متواصلة على ارتفاع أقصى يبلغ 12 كم بالإضافة إلى قدرتها على التخفي من الرادارات والجانب الأكثر أهمية الذي يميزها من النماذج الأولية الأخرى التي طورتها دول أخرى هو قدرتها على الهبوط والإقلاع من سفن هجوم من طراز تيجي أناظولو المحلية ومن العناصر المهمة الأخرى في تصميم المقاتلة امتلاكها ذيولا أمامية أفقية وذيولا خلفية عمودية الأمر الذي سيمتعها بقدرات قوية على المناورة باستقلالية بفضل أجهزة كومبيوتر الذكاء الصناعي التي طورتها الشركة وستتمكن مويوس من القتال ضد الطائرات الحربية ذات الساعة العالية فضلا عن كونها ستفتح آفق جديدة في القتال الجوي من خلال ما تملكه من مزايا القتال غير المأهول والاستقلالية التي يمنحها لها الذكاء الصناعي والفاعلية من حيث التكلفة إذن نحن نتكلم عن تطوير تركيا لطائرات ومقاتلات من الجيل الخامس والسادس مو وميوس تختلف مقاتلات الجيل السادس بشكل رئيسي عن مقاتلات الجيل الخامس في أنه يمكنها العمل بلا حاجة إلى طيار لقيادتها إلى جانب امتلاك نفس الخصائص المتطورة التي تملكها المقاتلات الشباحية من الجيل الخامس إلا أنها أسرع وأكثر قدرة على التخفي والمناورة القتالية فضلا عن تكلفتها المنخفضة واستهلاكها وقودا أقل في أثناء تحليقها ويتوقع أن تتمكن مقاتلات الجيل السادس من العمل ضمن فريق واحد في أثناء الهجوم أو القتال الجوي إذ ستمكن تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي تشغل هذا النوع من المقاتلات من مشاركة الصور والبيانات مع بقيط طائرة السرب الأمر الذي سيمنحهم القدرة على تكوين صورة كاملة لساحة الصراع لاتباع تكتيك مشترك لاختراق المجال الجوي للعدو وتدمير قدراته الدفاعية بأقل الخسائر وبالإضافة إلى عملها ضمن أسراب سوف تتمكن أيضا من العمل بتوافقية مع الطائرات المسيرة المسلحة الأخرى والتحكم في طائرات الدرونز الانتحارية فضلا عن توظيفها أنظمة الحرب الإلكترونية ليس فقط لحماية نفسها بل لمهاجمة الطائرات المعادية والتشويش عليها وإسقاطها إذن تركيا تتقدم خطوات وتوجه لأمريكا صفعات تلو الصفعات هذه المرة تقول لأمريكا لا نحتاج إلى طائراتكم طائرات الجيل الخامس والسادس في الطريق كما ستقلع طائرة الجيل الخامس مو من الحظيرة اليوم كما وعد الرئيس أردغان والدولة التركية في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر